صباح وفل على كل حبابنا الأهلوية معكم أحمد عصام من ملعبنا الأهلي والسلام وحلقة جديدة من برنامج يلا يا أهلي ماتش النهاردة إن شاء الله هيكون مش عادي عشان هو في الحقيقة يوم مش عادي النهاردة مباراة الأهلي والزمالك على أستاذ القاهرة بحضور جماهير بالمناسبة المباراة الساعة 8 بالليل على أستاذ القاهرة زي ما قلنا وهتكون في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري اليوم مش عادي ليه؟ لأن ده أول مرة من سنين طويلة جداً بنلعب أهلي وزمالك يا جماعة متخيلين على ملعب الرعب أستاذ القاهرة وبحضور جماهيري يعني لو فاكر آخر مباراة لعبت بين الفرقتين الكبار دول على الملعب العظيم ده بحضور الجماهير هو آه طبعاً النهاردة الحضور الجماهيري مش هيكون كامل العدد لكن أهب داية وحضور بألف مشجع لكل فريق قولينا كده في التعليقات يا طرق آخر مباراة جامعة الأهلي والزمالك على أستاذ القاهرة وحضورها الجماهير كانت إمتى؟ يلا بينا فريقنا النهاردة بيرجع له القائد محمد الشناوي بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة وعايزين بقى نتكلم بعيداً عن الكرة شوية لأن ماتش النهاردة دا ما بيخلصش كرة مباراة القمة بتخلص بحاجات تانية خالص عايز أحكي لكم حكاية عن واحد من أساطير النادي الأهلي ويعتبر جندي مجهول عشان كتير جداً مننا مش فاكرينه لأنه مثل النادي الأهلي فيه بدايات الدور الممتاز وفيه بدايات إقامة الكرة في مصر الرجل دوت هو عبد الجليل حميدة عبد الجليل حميدة أو جلجل زي ما كان بيتقال عليه وكان حارس مربى النادي الأهلي في فترة الأربعينات لحد أوائل الستينات الرجل العظيم دوت قبل كده لقى بمباراة كمة وكان ليه حدثة شهيرة جداً وهو يعتبر واحد من أساطير النادي بعد الموضوع الكبير جداً اللي عمله في المباراة المهمة دي كانت مباراة حسم دوري بين الأهلي والزمالك والنادي الأهلي متقدم اتنين واحد لحد ديئة تمانين وفاضل تقريباً عشر دقيق على نهاية المباراة قبل عشر دقيق من نهاية المباراة إيه اللي بيحصل؟ عبد الجليل طالع على كرة قدام مهاجم الزمالك اتخبط يعني كان فيه كده كرة مشتركة بينهم والراجل خبط خبطة جنداً لدرجة أن كابتن صالح سليم جيري ناحيته وقال له خير في إيه؟ قال له يا صالح أنا دلع القصر الراجل دلع القصر قبل عشر دقيق على نهاية المباراة صالح سليم قال له أنت لازم فوراً تروح على المستشفى وتخرج من الملعب الراجل اتكلم مع كابتن صالح سليم وقال له بعد إذنكم يا جماعة محدش يحسس نادي الزمالك أن أنا عندي مشكلة أنا لازم أكمل طب هو الراجل أصلاً ليه يكمل وعنده كسر في الدلوع؟ المفروض يعني اللي نعرفه أن فيه دكة عايز أقول لكم أن وقتها كان القانون لا يسبح بوجود أي تغيرات يعني الفرقة بتبدأ بـ 11 لو حصل أي إصابة أو أي حاجة لأي حد الفرقة بتكمل المباراة نقص عشان كده هو أصر يكمل آخر المباراة دي وهو مصاب بالكسر في دلوع عشان يحافظ على قوام الأساسي للنادي الأهلي ويكمل المباراة بـ 11 لعب قال لهم بس يا جماعة عايز أطلب منكم طلب محدش يرجع للكورة وحاولوا على قد ما تقدروا ما يبقاش فيه كور جاي علينا وبالفعل الراجل كمل العشر دقيقة الأخار من المباراة وهو عنده كسر في دلعه وجات آخر كورة في المباراة خلاص الحكم هيصفر لعبت نادي الزمالك لقابه كورة طويلة ناحيته وهو يعني كان بيحكي على اليوم دوت وقال أنا ما حستش بنفس ساعت هلقيت نفسي بطير على الكورة وبامسكها قبل ما توصل لمهاجم نادي الزمالك وروح تحضن الكورة كده ونازل على الأرض اترامية ترامية ما كنتش قادر والحكم وقتها صفر ويعني مش عايز أقولكم مباراة تتويج بالدوري على حساب نادي الزمالك بالفوز 2-1 لكن كله محدش خباله من الراجل عبدالجليل في الأرض ده كابتن صالح سليم جري عليه الراجل بيقول لك خد الكورة كده ونمع على الأرض ما قدرش يقوم تاني ويعني جابه عربيت إسعاف وخده على المستشفى فورا وراح علشان يتعالج من الكسر ويعني كان يوم عظيم جدا من أيام النادي الأهلي واحد من الأساطير الحقيقية أعز أقولكم إن جلجل أو عبدالجليل حميدة حارس مرمى النادي الأهلي السابق ده هو أول حارس مرمى في التاريخ يكون قائد للنادي الأهلي وكمان هو الحارس اللي بدأ مشوار التتويق ببطولة الدوري كسب الدوري مع النادي الأهلي 11 مرة يا جماعة وهو اللي بدأ المشوار في أول مسابق الدوري موسم 48 كان هو حارس مرمى الفريق وبعد كده بقى كابتن الفريق وفضل مكمل لحد سنة 63 تقريبا الراجل ده بعد كده اشتغل مدرب حراس مرمى في النادي وخاط تجرب عديدة وبعد كده اشتغل مدير في النادي في أواخر أيامه يعني كده كان موجود في النادي واحد من رموز النادي الأهلي واحد من الأساطير الحقيقيين فعشان كده قبل مطش النهاردة بقول لكم ما تقلقوش على المباراة النهاردة المباراة دي بتقلص بدا بروح الفانيلا الحامرة والناس اللي فعلا عرفة قيمة التشيرت اللي لابساه وعرفة قيمة المكان اللي هم موجودين فيه وإن شاء الله يعني الفرقة بتمر أصلا بنتائج وفترة مميزة جدا بدقين مسابقة الدوري بأحسن شكل ممكن كسبانين مطشين مسجلين خمس أهداف عندنا اتنين كلين شيت إن شاء الله بنتمنى التوفيق النهاردة للفرقة وأي 11 يمثلوا النادي الأهلي يفتكروا عبد الجليل حميدة أو جلجل أسطورة النادي الأهلي اللي عارف كويس قوي قيمة التشيرت اللي هو كله نروح بقى نشوف توقعات حبائبنا وجماهير النادي الأهلي في الشوارع بتقول إيه عن ناطش النهاردة يلا بين إن شاء الله الأهلي هيغلب إن شاء الله إن شاء الله النادي الأهلي هيكتب زي توقعاتنا دي الإسماعيل كده إن شاء الله الأهلي هيكتب ننصف زي كل مرة هنقصب إن شاء الله هو إن شاء الله يعني الأهلي إن شاء الله إن شاء الله 2-0 إن شاء الله توقع إن شاء الله 2-0 للأهلي وقبل ما نختم بقى نروح نشوف إجابات سؤال الحلقة اللي فاتت طبعا الإجابة كانت معروفة جداً والسؤال كان سهل يعني كنت حاس أن أنا بأهزر شوائر أقول له لكن دي الحقيقة كان عيد ميلاد كابتن محمود الخطيب متزامن مع مباراة البنك الأهل الأخيرة فكان السؤال عن الأسطورة محمود الخطيب طبعا نورا الحكيم قالت بيبو 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 الله يا خطيب أسطورتنا ورئيسنا دينا ومحمد الحديدي قال فخامة الرئيس الأسطورة محمود الخطيب مش محتاجة يعني أنا عارف والله بس يعني كان لازم نقوله كان يوم عيد ميلاده وسيد أنور قال محمود الخطيب ومحمد قال تعرف بيبو وبيبو محمود الخطيب في دو قاله والنادي قال كابتن محمود الخطيب ومحمد عبد العزيز قال بيبو وعبد الله شريف قال محمود الخطيب والحاجة زينة بالسيد طبعا قالت محبوب الخطيب ربنا أديك الصحة حاجة ومحمد عبد العزيز قال بيبو وعلى انستجرام قالوا كمان الخطيب حسام أيمن وبيبو طبعا غازي مهى وكريم بوب قال الخطيب وسامح قال أكيد الخطيب طبعا السؤال كان سهل يا جماعة وكت قال كابتن محمود الخطيب مع شوق الجماهير وفوزوب جايزة أفضل لعب في أفريقيا من مجالة فرانس فوتبول وهو اللاعب الوحيد اللي حصل عليها من مصر لأن محمد صلاح جايزة أفضل لعب خدها من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم طبعا ده كلام مزبوط جدا بس كان وقتها ما كانش فيه جايزة أحسن لعب بيقدمها للاتحاد الأفريقي دي لسه جايزة مستحدثة كابتن محمود الخطيب فعلا خدها وقتها أحسن لعب في أفريقيا في الثمانينات كانت من مجالة فرانس فوتبول جهري قال الأسطورة العظيم الخارج الكابتن محمود الخطيب محمود قال الكابتن بيبو الخطيب وكمان سوزان سراج الدين قالت حبيب الملايين بيبو بيبو محمود الخطيب حمدى جلال حواس قال بيبو الخطيب الله يا خطيب جراهيم منسي تعظيم سلام لأعظم كيان يا رب يا علي وما قالش الخطيب بس ماشي مش مش مشكلة معنا سوسو محمد قالت الأسطورة بيبو الخطيب حبيب كل الأهلوية وجميل عبد الجميل البكري البكري ماشي قال كابتن بيبو محمود الخطيب نروح بقى على كان فيه إجابة نموذجية يعني الإجابات الحقيقة كانت كلها كابتن محمود الخطيب محدش اطلقبط السؤال كان يعني إلى حد ما سهل شوية كل الناس عرفت كابتن محمود الخطيب لكن كان فيه بقى إجابة نموذجية من إبراهيم سلامة اللي قال كابتن بيبو ما قالش بيبو إبراهيم سلامة طبعا يعني متابع البرنامج على طول بيعمل تعليقات على أسئلة الحلقة وإجابات نموذجية دايما فالنهاردة قال جاء من نادي النصر إلى النادي الأهلي حتى أصبح من أساطير النادي لعب من أجمل من لمسوا الكرة إداري على أعلى مستوى نائب رئيس محترم وغيور على حق النادي وثم رئيس أكبر نادي عربي وأفريقي نادينا نادي القرن كابتن وقائدنا وقضوتنا الخلوق الكابتن محمود الخطيب بيبو 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 الله يا خطيب دي كانت آخر رسالة معنا وآخر إجابة عن سؤال الحلقة وبنفكركم بقى بسؤال حلقة النهاردة يا ترى آخر مباراة لعبة بين الأهلي والزمالك على أستاذ القاهرة بحضور جماهير كانت إمتى وانتهت كم كم ونشوفكم إن شاء الله الحلقة الجاية ويلا أهلي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر